بسم الله الرحمن الرحيم الموعد مرشح القرار ذو دمير حي سيرة الذاتية مركز الرعاية ثابت ثابت طليق أو فصيح لسان درجة تقدير الجيرة الحية صيدرية منتج سمعة مبعات اجتماعي للأشخاص يقبل طموح علم الأحياء الكيمياء شركة يتصب يتواصل مع زبون أواميل درجة درجة جمعية درجة علمية يشجع خبرة وجمع خبرات رسميا يساوي يكتسب مقابلة رخصة قائمة لست تدبي ميديكا يعرض أوفر يقدم عرضا أوفر يمر ينجح في يكتاز مهنة صفات كواليتيز صفات كواليتيز يرد أو يجيب ربلاي نتيجة result عقسها سبب reason باع sales assistant منظم جيدا well organized يتساءل wonder يتساءل wonder 10th page 279 279 vocabulary or reading الكرة academy academic انجاز achievement انشطة activities طموح ambition مساعد رئيس تحرير assistant editor العاب القوة athletics جائزة award وسام award يمنح award maskar camp دراس computer computing اهتمامات interests عضو أفرد جنسية nationality مهارة skill الشرق الأقصى the far east critical thinking communication and work by vocabulary اختصار abbreviation وكيل agent agent مذهل amazing لكن مذهول amazed مذهول amazed يحضر attend يهتم care حياة مهنية career جميع خارية charity عمل خير charity منافسة ومسابقة competition خدمة العملاء customer service خدمة العملاء customer service تفاصيل details تفاصيل details والكلمة المشهورة في المنهج اسمها in detail يعني بالتفصيل in detail بالتفصيل معاقد disabled صاحب العمل employer لكن موظف عكس صاحب العمل موظف employee employee ينسجم get on ينسجم get on technology تطوع volunteering turn the page 280 280 متقدم لوظيفة شخص ما هو الذي has لديه أو has قد لو بعدها تصريف ثالث وعنها قد فيه فعلا تصريف ثالث ask يبقى هو has قد اللي قد ask for a job بتقدم أو طلب وظيفة formally رسميا place مكان at college في كلية etc إلى آخره especially خصوصا buy عن طريق writing كتابة letter خطاب شخص بتقدم لوصف عن طريق الخطاب بدا أبلكان a meeting that has been arranged a meeting اجتماع that الذي has been arranged قد ما ترتيبه for a particular time لوقت محدد and place ومكان لبدا موا د appointment برث ري اجيكم انت وثيقة that describes التي تصف your education تعليمك and و the jobs الوظائف that you have done التي أنت have done قد فعلتها used مستخدمة when عندما you are trying انت تحاول to get a new job بتحصل على وظيفة جديدة يبقى الوصيقة اللي بتصف تعليمك والوظائف اللي انت حصلت عليها هي دي السيرة الذاتية وظيفة شخص ما اللي بيحاول تحصل على وظيفة محددة يبقى دا مرشح لها candidate a group of people مجموعة الناس هو الذين يغنون together سويا بعدها الكرة choir showing a lot of care and attention showing يعني ظاهرا أو مظهرا a lot of كثير من care العناية والاهتمام عند attention والانتباع يبدأ شخص ذو ضمير حي conscientious conscientious a place where people مكان حيث الناس who are old اللي بيكونوا old كبار في السن or اللي مرضى can be locked after يتم الاعتناء بهم during the day أثناء النهار يبدأ مركز رعاية نهاري day care center established ثابت أرض مكانة لها describing a company يعني يصف a company شركة organization منظمة itc الاخيرة that has been التي قد has been قد كانت in existence في الوجود يعني موجودة for a long time لمدة طويلة يبقى ده حاجة ثابتة أو ثوم كان established طليق أو فصح اللسان fluent able to قدر على أن speak تحدث or write أو يكتب a language لغة very well بشكل جيد جدا وذوت بدون stopping توقف or making mistakes أو ارتكاب أخطاء يبدأ وحد يتحدث أو بيكتب بلغة جيدة بدون أخطاء يبدأ فصيح اللسان أو طليق fluent درجة أو تقدير اللي هو يعني رقم أو خطاب الذي يوضح إلى أي مدى أنت قد أحسنت أو أنت قديت بشكل جيد إلى أي درجة في امتحانك العام المدرسي مدى الجيرة أو الحية منطقة صغيرة من المدينة أو الناس الذين يعيشون هناك يبقى درجة مدرسي صيدرية فارماسي أسطور أو جزء من مدرسي أو جزء أسطور يعني مدرسي أو جزء من مدرسي where حيث مدرسي الأدوية or تعد and sold وتباع مكان يتم فيه أعداد الأدوية بأداء صدرية فارماسي منطقة الشيء ما الذي يصنع أو يقبر شيء ما الذي يصنع أو يقبر في حيث أن يكون يعني لكي يباع وتلاحظ أن بأداء بعدها بأداء بأداء أو بأداء بعدها مصدر بأداء والتصريف الثالث للي يتم بايعه سمعة أو شهرة الرأي الذي لدي الناس الرأي الذي لدي الناس من شخص منطقة أو شركة يبدأ سمعة أو شهرة ربوتيش مبعات سيلز جزء من الشركة التي تتعامل مع بايع المنتجات السوشب الاجتماعي للأشخاص الواجتماعي يعني وجود يحب أن يكون مع الناس مع الآخرين إكسبريشنز تعبيرات إديام ومصطلحات في الوقت الحالي يدرس مقررا في يقوم بالحسابات أو يتولى الحسابات يكتسب خبرة لا يدي شهادة في يحمل رخصة قيادة يحمل رخصة قيادة يرتب موعد في الوقت الحالي أو الوقت المحدد في الوقت المحدد لكن في الوقت المناسب يتقدم بطلب جائزة على مرشح ل يهتم به طليق في نتجة يعمل ك ورك از دريفة تفزع الاشتكاقات الفعل نوان الاسم الصفة ضمير كونشينش أو كونشينس كونشينس لكن ذو ضمير حال هي كونشينش كونشينش الجيرة نيبر هود جار نيبر حسن الجوار أو ودي نيبر مجاور نيبر طلاقة فليونسي أما طليق فليوند مهار سكيل بارع أو ماهر سكيلد أو سكيلفول ينجز أو يتم إنجاز يمكن تحقيقه يتخصص اختصاص اختصاص أخصائي متخصص متخصص ورد الكلمة المعنى المراد المضاد الكورال بيساوي كورس هكسها مؤدي منفرد ذو ضمير حي كونشينش بيساوي هكسها غير مكتهد أو ما عندوش ضمير ان كونشينش ان كونشينش طليق أو فصيح بيساوي هكسها متردد هستنت أو غير فصيح ان فلوينت صمع أو شهرة بيساوي فايم لا زي كلمة فايم اس مشهور لكن فايم الشهرة نفسها عدم أهمية اجتماعي بيساوي عكسها انطوائي ان سوشابل طموح بيساوي اكسها راضي أو قنوع كونتنت اكاديمي اكاديميك بيساوي سكولاستيك عكسها جاهل ignorant عضو member بيساوي representative اكسها خصم opponent مهارة skill بيساوي proficiency يعني كفاءة عساعدة بكفاءة incompetence incompetence نقل بالصفحة مكتوب word families عائلات الكلمة بعض الكلمات تشتق من كلمات أخرى باستخدام اللاحقة وقلنا لاحقة يعني suffix لا تتحول الفعل إلى اسم أو صفة حساب account محاسب accountant يمكن حسابه تقدم بطلب apply وتقدم لوظيفة applicant طلب وظيفة application يستشير consult مستشار consultant استشاري consultative يساعد assist مساعد assistant ثم reputation محترم لعمله جيد reputable مهنة profession مهني أو احترافي professional يحدد وقتا appoint موعد appointment ضمير conscience ضو ضمير حي conscientious يؤهل qualify مؤهل qualification مؤهل qualified يقرر decide قرر decision حسن decisive يمتلك possess ملكية position تملكي أو خاص بالملكية possessive يحقق achieve ينجز achieve إنجاز achievement يمكن إنجاز achievable يسمح permit إذن أو تصريح permission مسموح permitted 284 280 abbreviations الإختصارات هناك بعض الإختصارات المتفق عليها في عالم الوظائف والأعمال مثله BSC يعني Bachelor of Science Bachelor of Science لها بكالوريوز في العلوم BA لها بكالوريوز أو لصنص آداب CV لكيروكولم لسيرة ذاتية date of birth لتاريخ البلد فول تايم فت كامل الوقت جنرال سيكاندري ديوكيشن سيرتيفكات جهادة الثانوية العامة كل حرف كلمة أو كل كلمة بحرف جنرال جي S L E C يبقى GSEC GSEC IT لها Information Technology تكنولوجيا المعلومات Master of Science اللي هي دركة الماستر أو ماجستير في العلوم PT لها Part-Time معكسه FT لها Full-Time لها بعض الوقت أو جزء من الوقت PHD أو أضياء أشهرهم اللي هي دكتورة الفلسفية عن دكتورة في الفلسفة PHD Other Language Notes وملاحظات لغوية أخرى Interview Appointment Conference Meeting Interview خذنا الكلام ده تقريبا قبل كده Interview مقابلة شخصية لوظيفة أو مقابلة إذاعية أو مقابلة تلفزونية أو مقابلة صحفية زي عندك هنا I have got an interview for a job as an interpreter interpreter يعني مترجم فوري interpreter مترجم فوري وده وظيفة يبقى مقابلة للوظيفة Interview أما Interviewer المحاور اللي هو شخص الذي يقرم مقابلة Interview المحاور اللي هو شخص الذي يقرم معه المقابلة Appointment موعد أو معاد وهو ترتيب لرؤية شخص في وقت معين زي هنا هقابل اللوير المحامي يبقى أخذ Appointment موعد Conference مؤتمر أما Meeting اجتماع الاجتماع بيكون الناس من نفسه منظمة أو المؤسسة أو الشركة لكن Conference مؤتمر بيبقى فيه من أماكن مختلفة هنا The President Arrived for a conference with local officials Officials يعني مسؤولين local محليين هنا Political issues يعني قضايا سياسية Political issues قضايا سياسية بعدها Applicant 30 applicants يعني متقدم للوظيفة أما كلمة Candidate مرشح في الانتخابات هو مرشح للوظيفة متقدم لامتحمها One candidate must receive the majority of the vote One candidate يعني مرشح واحد must receive يجب أن نستقبل the majority أغلبية the vote تصويت vote تصويت majority أغلبية 285 Apply for apply in apply to apply for يعني يتقدم بطلب للحصول على وظيفة وتأشيرة وجنسية وما كان في الجامعة Apply in person يعني يتقدم بطلب in person يعني شخصيا Apply to يعني يتقدم بطلب لكي مثلا applying to join the armed forces تقدم لكي يلتحك بالarmed forces يعني بالقوات المسلحة هنا apply to يجي بعدها الاسم يعني يتقدم بطلب إلى مثلا you have to apply to the passport office يعني مكتب جواز السفر for a visa من أجل حصول على الفيزا هنا apply يعني ينفذ ويستعمل ويطبق apply apply the cream in the morning and the evening يعني استعمل الكريم في الصباح وفي المساء هنا apply to ويجي بعدها نعون يعني ينطبق على مثال do the same rules apply to part-time workers يعني هل نفس القواعد same rules apply to تنطبق على part-time workers العمال part-time اللي هم العمال بنصف الوقت هنا in person معناها شخصيا or by letter أو عن طريق الخطاب بعد كده on time و in time قلنا on في الوقت المحدد أما in time في الوقت المناسب the train was on time القطر كان في الوقت المحدد أنا I want to be home in time for tea أنا قريد أن أكون في المنزل in time يعني في الوقت المناسب من أجل الشاي degree certificate degree لها درجة درجة زاوية درجة حرارة درجة مستوى أو شهادة جمعية أما certificate وثيقة أو شهادة ميلاد وشهادة خبرة أو شهادة ضمان أو شهادة دراسة كالثانوية جو كان بارد جدا أمس جو كان 10 درجات كل الطلاب لديهم درجات مختلفة من ability يعني قدرة applicants المتقدم للوظائف math to half a degree in engineering يعني كل ديهم شهادة جمعية in engineering في الهندسة certificate هنا in order to get online in order to معناها لكي get a passport تحصل على جواز صفر you will need أنت ستحتاج your birth certificate شهادتك birth الميلاد شهادة الميلاد بتاعتك هنا students complete the program الطلاب الذين يكملون البرنامج receive يستقبلون أو يستلمون skill certificate مع شهادة مهارة هنا أنا حصلت على شهادة السنواء العامة in 2005 في 2005 grade rank grade يعني تقدير شهادة أو امتحان أما rank رتبة عسكرية أو رتبة اجتماعية grade تقدير شهادة أو امتحان he got a grade A in his university degree هو حصل على grade A تقدير شهادة A يعني الأول في شهادته الجامعية my brother is in sixth grade يعني في الصف السادس هنا grade بعدها صف دراسي وده rank رتبة عسكرية أو رتبة اجتماعية my brother was promoted تم تركيته to the rank of captain تم تركيته لرطبة captain قائد this hotel had a funder was used to استخدمها only by people of high يستخدم فقط من الناس اللي هم من high rank يعني من رتبة أو منزلة عالية نقلل بالصفحة 287 288 289 هنلاقي listening و reading tickets هنقرأ الكلام ده ولو فيه أي كلمة جديدة أو مش عارفها تكتبها في comment وهترجمها لك الناس المشتركين معاه في الكورس الانلاين هيترجموهم ونقشهم في الكورس ولو بيجي معايا الدرس برضو هو يترجمهم مع نفسه ويقرأوا مع نفسه ولو فيه أي حاجة صعبة هنقشها ان شاء الله أتمنى تكون استفدتم هدلكم خمس كلمات هتكتبوهم في الكومنتات عشان نشوف مني يتفرج على الفيديو خمس كلمات وما كلمة طليق كلمة جيرة كلمة كرال كلمة ذو دموير هي كلمة متقدم لوظيفة أتمنى تكون استفدتم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته